السلام عليكم اخوتي اخوتي مرحبا بكم على قناة الحميدين اذا من خلال هذه الحلقة سنحلل مقطع من رواية اللص والكلاب بمعنى اخر بهذه الطريقة لخصكم تكتبوا بها اثناء انجازكم لتحليل المقطع الوارد في احد الفصول 18 للص والكلاب اذا سانتقل الى الامتحان اذا ورد في رواية اللص والكلاب ما يأتي خذ مصحفا واقرأ غادرت السجن اليوم ولم اتوضأ توضأ واقرأ فقال بلهجة جديدة شاكية انكرتني ابنتي وجفلت مني كأني شيطان ومن قبلها خانتني امها فعاد الشيخ يقول برقة توضأ وقرأ خانتني مع حقير من اتباعي تلميذ كان يقف بين يديك الكلب فطلبتي الطلاقة محتجة بسجني ثم تزوجت منه اذا نجيب محفوظ الليس والكلاب دار الشروق القاهرة مصر الطبع الاولى 2006 صفحة 23 وما بعدها اذا سانتقل الى الاسئلة انطلق عفوا من هذا المقطع ومن قراءتك الرواية ثم اكتب موضوعا متكاملا تنجز فيه ما يأتي وضع المؤلف في سياقه العام ثم تحديد موقع المقطع ضمن المصار العام لإحداث الرواية إذن وضع المؤلف في سياقه العام إذن لا بد أن هنا نتحدث عن المقدمة ثم تحديد الموقع المقطع ضمن المصار العام لإحداث الرواية بمعنى آخر أين يوجد هذا المقطع ضمن المصار العام للرواية لرواية اللس والكلاب ثم جرد القوى الفاعلة الأدمية الواردة في المقطع مبرزا العلاقة القائمة بينها إذا اللحظوا معايا سنجرد القوى الفاعلة الأدمية الواردة في المقطع في المقطع ماشي في الرواية ككل وإنما هنا في المقطع مبرزا العلاقة القائمة بينها إذن وسنحدد أيضا العلاقة القائمة بينتها ومبينا أدوارها في نمو إحداث الرواية والتطورها ثم ما هي الأدوار التي تلعب هذه الشخصيات في نمو وتطور الأحداث داخل الرواية اللص والكلاب ثم أخيرا وهو الخلاصة تركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل لإبراز قيمة الرواية إذا نبقوا معايا باش غد نعطيكم يعني الإجابة اللي يعني كتكون مع المصحح ثم مع ذلك ندوز لكم مباشرة إلى كيفاش ممكن أنكم تكتبوا يعني شنو قالوا لنا هما يا تلبوا مننا أننا نكتبوا موضوع إنشائي متكامل بمعنى مقدمة وعرض وخاتمة إذا كما كتلاحظوا معايا هنا يا فقط عدنا هنا يا يعني غير العوارض يعني الكبيرة اللي ممكن يعني تعتمدع لها أو يعتمدع للمرشح باش يكتب يعني واحد الموضوع لي هو موضوع متكامل إذا نوضع المؤلف السياقي العام تعريف المترشح بمؤلف الرواية يشير فيه باقتضاب إلى موقع رواية لس والكلاب ضمن التجربة الرواية لنجيب محفوظ إذن يعني مقدمة أنا غاد نجيكم في الأخير باش نعطيكم يعني ها التقديم هذا ثم تحديد موقع المقطع ضمن المنصار العام لأحداث الرواية إذن الإشارة إلى ورود المقطع في الفصل الثاني إذن كما تلاحظوا معي على أن الصفحة كانت هي الصفحة 23 إذن فمباشرة يعني فعني المقطع يعني غيكون موجود في الفصول الأولى لظاهرة الشلعر بالحديث ثم يعني ضمن الحوار الذي جرى بين الشيخ الجنيدي وسعيد ماران بعد خروجه من السجن حيث استضم بحقيقة خيانة زوجته وتابعيه إليش وإنكار ابنته له مما ولد لديه الإحساس بالمرارة والضياء وجعله يعني يلجأ إلى بيت الشيخ الجنيدي الذي تعرف عليه وشرع في تهديئته إذن هذا هو الحدث اللي يعني جرت فيه المقطع ديالنا لحلنا دباء اللي تعطينا ثم جرد القوى الفاعلة الأدمية الواردة في المقطع مبرزا العلاقة القائمة بينها ومبينا أدوارها في نمو إحداث الرواية وتطورها إذن القوى الفاعلة الأدمية وأولا يعني الشيخ الجنيدي لأنه إذا عدتم معي إلى المقطع ستجدون يعني يتحدث يعني الشيخ الجنيدي حينما قال ليساعد ماران اقرأ وتودع يعني أفوان اسمح يعني خد مصحفا وقرأ طبعا إذن المتكلم هو الشيخ الجنيدي إذن قوى فاعلة وفرت المأوى الآمن لسعيد مهران كلما ضاقت به السبل إذن هذا هو الدور ديال الشيخ الجنيدي ثم سعيد مهران وكما تعلمون سعيد مهران فهو الشخصية الرئيسية والمحورية في الرواية إذن شعر بعد خروجه من السجن بالعزلة والوحدة وتجرع مرارة الخيانة من بعض المقربين ثم أيضا سناء إذن إذا عدتم إلى المقطع ستجدون على أن نجيب محفوظ كتب أنكرتني ابنتي إذن فهنا يتحدث عن سناء ابنة سعيد مهران التي يحبها ويخاف عليها لكنها أنكرته بعد خروجه من السجن ثم نبوي ونبوي هي زوجة سعيد مهران زوجة سعيد مهران التي حبها بصدق لكنها خانته بعد دخوله السجن وتزوجت من إليش سدراء ثم إليش سدراء كان من أتباع سعيد مهران قبل دخوله السجن لكنه غدر به وأيضا خانه مع زوجته إذن هنا سنحدد العلاقة علاقة بين كل هذه الشخصيات علاقة تقدير وعطف بين سعيد مهران والشيخ الجنيدي إذن الشيخ الجنيدي وفر لسعيد مهران المأوى كلما ضاقت سبل بسعيد مهران كان يتوجه إلى بيت الشيخ الجنيدي ثم علاقة حب سعيد مهران لابنته سناء أي علاقة التي تربط سعيد مهران بابنته سناء ثم علاقة حب ووئام بين سعيد مهران ونبوية إذن كانت في الأول علاقة حب ووئام وتعاطف وزواج قبل دخوله السجن أما بعد خروجه من السجن فتحولت العلاقة إلى علاقة صراع وعداء إذن هنا سنحدد العلاقة بين هذه الشخصيات ودورها في نمو الأحداث إن التفاعل في العلاقات بين هذه الشخصيات أسهم في نمو أحداث الرواية وتطورها ثم التركيب المعطيات المتوصل إليها في التحليل لإبراز قيمة الرواية الإشارة في تركيب المعطيات المتوصل إليها إلى قيمة الرواية وأهميتها الأدبية والفنية إذن سأنتقل مباشرة إلى كيف سنكتب موضوعا إنشائيا متكاملا إذن هنا مقدمة يعتبر نجيب محفوظ من أهم الروائيين العرب الذين أرسوا دعائم الرواية العربية تجنيسا وتأصيلا وتجريبا إذ ولد سنة 1911 وتوفيه سنة 2006 تاركا ورأه عدة أعمال من بينها أولاد حارتنا إذن هنا الأعمال التي تركها نجيب محفوظ المعلم علي حديث الصباح والمساء واللص والكلاب وتعتبر هذه الأخيرة رواية واقعية تقوم على الصراع المجتمعي إذ يتداخل فيها الخير مع الشر إذن هذه الإشكالية تستخرج من الأسئلة التي طرحت لنا تحت المقطع إذن فما هي القوى الفاعلة الواردة في هذا المقطع وما هي العلاقة القائمة بينها وما دورها في نمو أحداث الرواية إذن هذه هي مقدمة هذه المقدمة بإمكانكم أنكم تكتبوها في بداية أي مقطع تعتاكم في رواية اللص والكلاب ثم العرض والعرض فقط أتطرق إلى بداية لكن الإجابات تطرقت إليها من قبل يندرج هذا المقطع الذي أمامنا ضمن الفصل الثاني حيث جار الحوار بين سعيد مهران والشيخ الجنيدي بعد خروجه من السجن إذ استضم بحقيقة خيانة زوجته وتابعه إذن هذه الأشياء كلها موجودة في الإجابة التي قدمت قبل أن تتطرقت إليها ثم يعني خاتمة إذا العرض العرض راني تطرقت له ستكتبه في ذلك شيء تعتقم في العرض اللي سابق وعن أشرته إليه ثم يعني الخاتمة ستكتبون فيها بعد أن انتهينا من تحليل هذا المقطع تبين لنا أن رواية اللص والكلاب هي رواية ذات قيمة فنية كبيرة أماطت لثامع المجموعة من القضايا الجماعية التي عاشها المجتمع المصري إضافة إلى تارية الواقع المأزوم في مرحلة من المراحل المصر التاريخية وهو ما يثبت واقعة النص الروائي تفشي الجريمة وانتشار الفساد والرديلة والتخلف وتغيان القيم المادية إذن كما لاحظتم معي فهذه هي الخطوات لتحليل مقطع من مثلا رواية اللص والكلاب